بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في مادة التربية الفنية لنتعرف على مهارات جديدة ونكتسب خبرات جديدة في التربية الفنية في إحدى مجالاتها الفنية قبل أن نبدأ في درسنا اليوم نريد أن نسترجع ماذا تعلمنا في الحصة السابقة ودرسنا السابق خلال درسنا السابق تعرفنا على الألوان في الزخارف الإسلامية تعرفنا على تعريفها وهي الأسلوب الذي استبغت به الزخارف الإسلامية وتلونت بها وعرفنا الامتداد في توحيد الفكر في الإنتاج الفني للزخرفة الإسلامية في المناطق التي أدانا بها العالم بالإسلام وتعرفنا أيضاً على مدارس الألوان في الزخرفة الإسلامية على المدرسة العربية وقمنا بتحليل إنتاج الزخرفة لقبة الصخرة لهذه المدرسة وأيضاً تعرفنا على المدرسة المغربية الأندلوسية وتعرفنا على الألوان التي استبغت بها هذه المدرسة وتناولنا القيم الجمالية والفنية لبعض الإنتاج الزخرفة في ألوانها وكيف نميز ما بين المدارس الفنية الزخرفية ما زلنا في مجال الزخرفة فكما قلنا أن مجال الزخرفة يعتبر من المجالات ذات العمق التاريخي وتراث الحضاري للإسلام الممتد إلى يومنا هذا يحمل بين طياته العديد من الأساليب والمفاهيم المختلفة للزخرفة الإسلامية اليوم هو درسنا الثالث الإطارات والزوايا الزخرفية وهو أسلوب من أساليب الزخرفة الإسلامية الخبرة التي سنتعرف على درسنا اليوم بإذن الله تصميم زاوية لشريط أفقي وعامودي لإطار زخرفي وفقا للقواعد الفنية لزخرفة الإطارات الأهداف يتوقع من كل طالب وطالبة في نهاية الدرس أن يشرح مفهوم الإطارات الزخرفية يعدد استخدام الإطارات الزخرفية يفرق بين أنواع الزوايا في الإطارات الزخرفية يوضح أهمية الزوايا في الإطار الزخرفي في الفن الإسلامي يطبق القواعد الفنية لزخرفة زوايا الإطارات يصمم شريط أفقي لإطار زخرفي بتطبيق التكرار اللازم يصف الجوانب الفنية لسجادة الإسلامية المؤطرة بإطارين يتذوق القيم الجمالية لزوايا الإطارات الزخرفية قبل أن نبدأ في درسنا اليوم نريد أن نتعرف على مفاهيم الزخرفة الإطارات وأهميتها وما هي استخداماتها وكيفية التفرقة بين أنواع هذه الإطارات والزوايا الزخرفية فنشاهد هذا المقطع لنتعرف أكثر على الإطارات والزوايا الزخرفية للزخرفة العربية الإسلامية مزاياها وأشكالها الخاصة التي تميزها عن سواها بتكوينها الخاص من وحدات زخرفية إسلامية بأشكال هندسية أو نباتية أو كتابات عربية في تكرارات واتجاهات متعددة وتتميز هذه الوحدات الزخرفية بتصميمها البسيط غير المعقد بطريقة دقيقة منتظمة ومتقاربة بشكل يلفت الانتباه وتعد الإطارات أحد هذه الأشكال الفنية المستخدمة لتزيين أطراف أو نهايات بعض المساحات المختلفة وعرف الإطار بأنه حصر التعبيرات الزخرفية بين خطين متوازيين على المسطحات المختلفة وتأتي أهمية الإطار من قدرته على إحاطة العناصر الزخرفية وجمعها داخل المساحة المحصورة بين الخطين المتوازيين وإعطاء هذه العناصر الإحساس بالقوة والاستقرار وإعطاء المساحة المؤطرة نوعا من الحصر والإغلاق وقد برز استخدام الإطارات بشكل فني في كل من الصور نهايات وأطراف السجاد المفارش والسقوف والمباني والأرضيات سطوح العلب الأواني المسطحة الصواني والأطباق أغلفة الكتب والقرآن الكريم إذن شاهدنا هذا المقطع ليوضح المفاهيم للإطارات الزوايا الزخرفية كما قلنا الزخرفة الإسلامية عمق تاريخي جميل فكونت الزخرفة الإسلامية المظاهر المادية للحضارة الإسلامية فخلفت الكثير من الآثار التي تبرز قدر هذه الحضارة بين الحضارات الأخرى القديمة والحديثة فتميزت هذه الحضارة الإسلامية عن الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية والحضارة الأشورية والأمبراطورية الصينية وذلك بتنوع وحداتها الزخرفية واتسامها بالبساطة وملئها بالفراغ فنشاهد هذه الآثار المازالت موجودة إلى يومنا هذا في الكثير من بعض العمارة كالمساجد والقصور التي توضح جماليات هذه الزخرفة الإسلامية وقلنا أن الزخرفة الإسلامية لا تكون على أسلوب معين فلها أساليب مختلفة ومتنوعة من أهم هذه الأساليب الإطارات فتعتبر الإطارات إحدى الأساليب الفنية التي استخدمت في مجال الزخرفة لتزيين أطراف أو نهايات بعض المساحات المختلفة فزخرفة الإطارات بالأشكال الهندسية أو النباتية أو الكتابات العربية وقد تجمع ما بين عنصرين من عناصر الزخرفة كالأشكال الهندسية والكتابية أو النباتية والكتابية إذن هذه الإطارات تنوعت في وحداتها الزخرفية ما بين كتابية ونباتية أو هندسية ونستطيع أن نجمع ما بين هذه الوحدات سواء اثنتين أو ثلاث بأسلوب جميل يعطيها قيمة فنية رائعة هذه الزخرف لا تتحقق إلا بتطبيق التكرار بجميع اتجاهاته وبجميع أنواعه سواء كانت تكرارا متبادلا أو تكرارا متعاكس أو تكرارا متوالي عادي أيضا الاتجاهات تختلف قد تكون أفقية قد تكون عمودية قد تكون شبه دائرية قد تكون متعددة الأضلاء فهذه المرونة في الزخارف الإسلامية ببساطتها تعطيها قيمة فنية رائعة ونشاهد هنا في الشكل 36 مثالا على توظيف الإطارات الزخرفية الإسلامية على شكل شريط أفقي في الحرم المكي الشريف فنشاهد هنا الإطار الأفقي الموجود على حوائط الحرم المكي الشريف ونشاهد هنا أيضا إطارا أخذ على شكل قوس وهنا أيضا إطار أفقي موجود على الحائط هنا ونشاهد هنا التنوع في اتجاهات هذه الإطارات إما تكون أفقية أو تكون مقوسة كما نشاهد هنا في هذه التحفة المعمارية الرائعة في المسجد الحرام الشريف ولكن ما هو الإطار؟ ماذا نقصد بالإطار؟ كيف يكون شكل الإطار؟ نسمع سويا هذا المقطع لنتعرف كيف يكون شكل الإطار مرحبا يا أصدقائي سنتحدث اليوم عن زخرفة الإطارات انظروا إلى هذا الإطار الجميل تتمثل زخرفة الإطارات في حصر الوحدات الزخرفية بين خطين بجانب بعضهما بعضا بشكل متوازن تقسم الوحدات الزخرفية قسمين هما وحدات زخرفية رأسية وهي وحدات يكون بعضها فوق بعض باتجاه عمودي ووحدات زخرفية أفقية وهي وحدات متكررة باتجاه الأفقي إذن هذا الإطار قد يكون شكله مربع كما نشاهد أو مستطيل كما نشاهد في الصورة أمامنا وقد يكون أيضا على شكل دائري كما تحدثنا قبل قليل في بعض الحوائط الموجودة في الحرم المكي الشريف وقد يكون متعدد الأضلاع حسب الشكل الهندسي الذي أردت أن أقدم فيه شكل هذا الإطار مرحب إذن معنى الإطارات الزخرفية من خلال هذه الكلمات نستنتج معنى الإطارات الزخرفية نرتب هذه العبارات لنتعرف على مفهوم الإطارات الزخرفية لدينا هنا العبارات متوازيين على هي حصر الزخرفية المسطحات المختلفة بين خطين التعبيرات هيا نفكر ونجيب ما معنى الإطارات الزخرفية إذن هي حصر التعبيرات الزخرفية بين خطين متوازيين على المسطحات المختلفة هذا هو تعريف الإطار ما أهمية الإطار؟ ماذا نستفيد الإطار في الإنتاج الزخرفي الإسلامي؟ هنا لدينا سجادة هل يوجد فيها إطار؟ نتأمل هذه السجادة هل يوجد فيها إطار؟ نعم يوجد فيها أكثر من إطار لو لاحظنا هنا هذا هو الإطار الأول وهذا أيضا هو الإطار الثاني ونشاهد أيضا أن هناك إطارات متعددة داخلية متنوعة ولكن ما هي قيمة هذه الإطارات في هذا السجاد؟ أولا وظيفتها في إحاطة العناصر الزخرفية إذن هي تحيط وتحصر العناصر الزخرفية سواء كانت نباتية أو كتابية أو هندسية هذه الأهمية الأولى أيضا تجمع هذه العناصر داخل المحساحات المحصورة بين خطين متوازيين مما يعطيها قيمة جمالية وقوة في الإنتاج الزخرفي إعطاء هذه العناصر الإحساس بالقوة والاستقراري والرصانة عند التكرار الموجود في هذه الزخرف وتحقيق أنواع التكرار والاتجاهات المتنوعة كما نشاهدها يعطينا شعور بالقوة والاستقرار إعطاء المساحة المؤطرة نوعا من الحصر والإغلاق وهذلك هو التنوع الإيقاعي من خلال العناصر المفتوحة والعناصر المغلقة مما يعطيني هذا التنوع الذي يبعث الشعور بالحركة ويبعد عن الملل والرتابة في التصميمات العادية لكن ما هي استخدامات الإطارات؟ لو قلنا إطار سيظهر في بالنا وفي عقليتنا أننا نستخدم الإطار إطار صورة فقط هل نستخدم الإطارات في الصور فقط؟ استخدام الإطارات متنوعة ومختلفة أيضا اختلافها ليس فقط على الإنتاج بل أيضا على الأسطح المختلفة والمتنوعة فنشاهد هنا في الشكل 37 إطار حول آيات قرآنية على صفحة من المصحف الشريف إذن في الورق داخل المصحف الشريفة نشاهد هذه الإطارات الزخرفية سواء كانت نباتية أو هندسية أيضا نشاهدها هنا في الشكل 38 إطارات حول أطباق مسطحة إذن على الخزف إذن هنا على الورق وهنا على الخزف ونشاهد هذه الأطباق المتنوعة في الإطارات الموجودة عليها سواء كانت خارجية أو داخلية في الشكل 39 غلاف لمصحف المدينة المنورة الذي طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ونشاهد هذه الإطارات الموجودة على هذا الغلاف بأشكال متنوعة ومختلفة طبعا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعتبر المجمع الأول من نوعه في طباعة المصحف الشريف وتوزع منه نسخ كثيرة على مستوى العالم الإسلامي أيضا أستطيع هنا في الشكل 40 يوجد أن أطبقها أستطيع أن أطبق هذه الإطارات على السجاد فهنا في الشكل 40 إطار بزخارف منفصلة لسجاد صنعة من الحرير خلال القرن السادس عشر الميلادي إذن الخامات مختلفة وأشكال متنوعة وتطبيقها نشاهد هنا صورة مقربة للمصحف الشريف الإطارات الموجودة على غلاف هذا المصحف فنشاهد هنا الإطار المتصل ونشاهد أيضا هنا من خلال صفحات المصحف الشريف الإطارات الموجودة على آيات القرآن الكريم أيضا بعض الأوراق في شهادات الشكر أو خطابات الدعوة فنشاهد هنا الزخارف الموجودة على هذه الأوراق ونشاهد العديد من الخامات المختلفة كالأطباق والأواني والسجاد موجود فيها هذه الإطارات القواعد الفنية لزخرفة الإطارات لكي نحقق هذه الإطارات بشكل صحيح فني وجملي يجب أن نتبع هذه القواعد الفنية تصمم الوحدات الزخرفية للأطر تصميما مبسطا إذن هي تصميم وحدة مبسطة ولكن عندما نقوم بتكرارها سواء باتجاهات مختلفة ستظهر لنا قيمتها الجمالية وقوتها ورصانتها من خلال التكرار أيضا تنظيم الإطارات الزخرفية بوحدات منفصلة ومتصلة ماذا نقصد بهذا النقطة؟ أي يوجد هناك وحدات منفصلة بنفس الزخرفة ووحدات منفصلة بذخرفة مختلفة ومتصلة بنفس الزخرفة وسنتحدث عنها بعد قليل بتفصيل أيضا توزيع الوحدات الزخرفية بإحدى نظم التكرار العادي والمتبادل والمتعاكس وترتيب الوحدات ترتيبا دقيقا منتظما ومتقاربا هذا ما يميز الزخرف الإسلامية فنشاهد هنا البساطة في تصميمها من خلال تجميع الأشكال الهندسية داخل هذه الزخرف ومن ثم تكرارها نشاهد هنا تنظيم الإطارات بوحدات منفصلة كما نشاهد هنا هنا نشاهد الإطار الذي أحطنا به وحدات متصلة ونشاهد هنا وحدات منفصلة نشاهد التنوع في الزخارف هنا نلاحظ أن هنا زخرفة التنوع في التكرار نشاهد هنا تكرارا متبادل هنا نلاحظ في تكرار متبادل أيضا هنا تكرار أيضا متبادل مرة أخرى هنا نلاحظ ترتيبا دقيقا منتظما ومتقاربا في تنظيم هذه الوحدات الهندسية وهذا ما يجب مراعته أثناء تصميمي للإطار والزوايا الزخرفية يجب أن أراعي التنظيم الدقيق والمسافة بين الوحدات بشكل صحيح ليضمن نجاح توزيع الوحدات في الإطار الزخرفي ونحن نتحدث عن هذه الإطارات قلنا بأن هناك زوايا منفصلة وزوايا متصلة ماذا نقصد بهذه الزوايا؟ هي وحدات زخرفية تصمم بطريقة التماثل لإتمام شكل الإطار في الأشكال المطلعة إذن هو تصميم وحدة زخرفية كما نشاهد هنا وتبدأ بتوزيعها بشكل الإطار كما قلنا الإطار إما يكون شكله مربع أو دائري أو مستطيل فنبدأ بتكرارها بطريقة التماثل كما نشاهد هنا ثم بعد ذلك نبدأ بالزاوية الأخرى بهذا الشكل إلى أن يكتمل لدي الإطار بهذا الشكل بشكل كما نشاهد في هذا التصميم أنواع الزوايا الزخرفية في الإطار هناك نوعين للزوايا الزوايا المنفصلة تكون بهذا الشكل والزوايا المتصلة تكون بالشكل هذا كما نشاهد في شكل 50 ماذا نقصد بالزوايا المتصلة والمنفصلة؟ المنفصلة هي زوايا زخرفية تصمم من غير الزخارف المستخدمة في الإطار وتكون في شكل منفرد عنه كما نشاهد هنا نشاهد هنا هذه الزخارف في الإطار العمودي أو الرأسي وهنا الإطار الأفقي ولكن هنا في الزاوية نشاهد وحدة زخرفية منفردة عن شكل هذه الزخارف مما أدى إلى انفصال ترابط هذه الوحدة الزخرفية وهذا ما نقصد به الزوايا المنفصلة أما الزوايا المتصلة هي زوايا زخرفية تستخدم نفس زخارف الإطار ومتصلة بخطوط أشكال التصميم الأصلي للإطار كما نشاهد في هذه الصورة هنا نفس التصميم ونفس الفكرة أضيفت في هذا الإطار قد تختلف في حجمها نوعا ما أو يختلف في اتجاهها ولكن نفس التصميم موجود فيها فنطلق عليها الزوايا المتصلة هنا لدينا تحليل وصفي لسجادة شرقية كما قلنا الزخرفة الإسلامية كان لها الإنتاج الثري والجميل في جميع الخامات المختلفة من ضمنها هذه السجادة الشرقية كما في الشكل 52 ما هو تاريخ هذه السجادة؟ السجادة تم صنعها خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي من الصوف الطبيعي المصبوغ طولها 5 أمتار و 76 سنتيمتر وعرضها 2 متر و 57 سنتيمتر وأهدية السجادة من أحد الملوك إلى أمير جمهورية البندقية السابقة أسابقا فرانتيشيسكو ونتيجة هذه العلاقة وصل العديد من السجاد لإيطاليا فكان له الأثر الكبير في نقل التراث الإسلامي الفني إلى أوروبا ويوجد العديد من السجاد الآن في المتاحف الأوروبية إذن هذه التبادل بين الهدايا بين الشرق وأوروبا أدت إلى دخول الفن الإسلامي إلى منطقة أوروبا مما أثار انبهارهم والاحتفاظ بهم لو نشاهد في متاحفهم أيضا طرازهم المعماري نتيجة لتمدد الإسلامي في تلك الفترة في منطقة الأندلس أعطى قيمة جمالية وعمقا لهذه الزخارف الإسلامية لو تناولنا الجانب الفني والجمالي للسجاد تميز السجادة بمجموعة من الألوان الزاهية نعدد ألوانها الأحمر والأصفر والأخضر الزرعي كلها ألوان زاهية أيضا الأبيض والبرتقالي ما شكل العناصر الزخرفية المستخدمة في التصميم؟ لو نشاهد هذه الزخارف أي من الوحدات الزخرفية؟ نشاهد زخرفة نباتية وزخارف أيضا هندسية في هذا الإطار الأبيض هنا في الإطار الأبيض زخارف هندسية وفي الإطار الخارجي نشاهد زخارف نباتية للسجادة عدد من الإطارات نصنفها يوجد إطار خارجي كما نشاهد هنا هذا هو إطار خارجي وإطار أيضا داخلي ويوجد أيضا إطار في وسط السجاد أي من المدارس اللونية الزخرفية تنتمي إليها هذه السجادة؟ خلال درسنا السابق وخبراتنا السابقة أي من المدارس اللونية؟ الأحمر والأخضر الزرعي والألوان الموجودة هنا؟ إذن المدرسة العربية المدرسة العربية لماذا استخدم المصمم اللون الأبيض مع الأحمر القاني في الإطار الداخلي للسجادة؟ قد تكون هناك السبغة الشعبية التي أراد أن يطبقها الفنان المصمم على هذه السجادة ومما أيضا تعطي قوة من خلال تضاد الألوان الأحمر والأبيض ما أهمية الإطار الخارجي لتصميم السجادة؟ حصر الزخارف الموجودة أو حصر الوحدات الزخرفية الموجودة بما يعطيها قوة ورصانة في التابير هل نستطيع وضع عنوان لتصميم السجادة؟ أنتم قادرون الآن بخبراتكم السابقة على وضع عنوان مختلفة للوحات وإنتاج فني منوع فنستطيع أن نعبر بعناوين مختلفة لهذه السجادة هل نستطيع وصف مشاعرنا للونين المتباينين الأحمر القاني لوسط السجادة والميذالية الخضراء المتوسطة للسجادة؟ كلنا نعرف بأن الألوان المتباينة والمتضادة تعطي قيمة جمالية في الإنتاج الفني وكما نعرف الأحمر والأخضر من الألوان المتضادة فالضده يظهر حسنه الضده كما قال الشاعر الشاعر مثل الليل يسوده والوجه مثل البدر مبيضه ضداني يجمعهما حسنه والضده يظهر حسنه الضده لدينا نشاط واحد الأشكال 43 و44 و45 إطارات متنوعة هندسية ونباتية إسلامية ومعاصرة هل نستطيع رسم إطارات مماثلة في كراسة الرسم الخاص بنا؟ فنشاهد هذه الإطارات المعاصرة هو الإطارات الإسلامية يعطينا مساحة في التعبير أكثر واختيارات تصميم أكثر إلى هنا تكون انتهت حصتنا الأولى في درسنا اليوم انتظرونا في الحصة الثانية هنا نتعرف كيف ننفذ إطارات لذوايا زخرفية ترجمة نانسي قنقر